أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين نبتدئ أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة بإذن الله في تفسير السورة الأولى من السبع الطوال وهي سورة البقرة سورة البقرة هذه السورة العظيمة التي جاءت في مفتتح القرآن الكريم وهذه السورة مدنية نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تنزل كما هو المعهود في القرآن كله لم تنزل جملة واحدة وإنما نزلت مفرقة حتى إن آخر آية فيها كانت من آخر ما نزل من القرآن نزلت في حجة الوداع آخر آية في القرآن الكريم في باب التشريعات والتذكير بها كانت في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هذه السورة نزلت آيات كثيرة منها في مواطن عديدة وفي سنوات متتالية وهذه السورة أيها الإخوة أطول سورة في كتاب الله الكريم فتبلغ هذه السورة جزئين وقرابة النصف أقل من النصف قليلاً فهي أطول سورة في كتاب الله الكريم وهذه السورة العظيمة اجتملت على أشياء كثيرة ابتدأت ببيان أهمية هذا الكتاب الكريم وفضله وبيان صفات المؤمنين ثم أعقبتها بيان صفات الكافرين ثم جاء بعدها صفات المنافقين هذا كله في مقدمة السورة ولكن يأتي بعدها أحكام وآداب آيات كثيرة في هذه السورة عالجت أحكام العبادات وأحكام المعاملات الصيام والحج وكذلك ما يتعلق بأحكام الأسرة والطلاق والعدة وغير ذلك فيها من الآداب والأحكام الشيء الكثير سنعيش معها بإذن الله فترة مناسبة نرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لبيان ما ينبغي في مثل هذا المقام السورة هذه ابتدأت بالبسملة وهذا هو المعهود في سور القرآن وهذا ما قرر العلماء رحمهم الله جمهور العلماء قرروا معناه الابتداء بالبسملة تفصل بين السور كيف تعرف نهاية السورة وبداية السورة التي بعدها بوجود البسملة وإن كان كما ذكرنا في درس ماضي أن البسملة آية من كتاب الله كما في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكنها في بقية السور هي للفصل بين السور للفصل بين السور والتسمية هذه أيها الإخوة لها فضل عظيم لأن الباء فيها للابتداء بسم الله يعني نبتدئ بسم الله مستعينين بالله متوكلين على الله مقلدين أمرنا لله بسم الله وهذه التسمية أيضا تشمل أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى كلها ولذلك ورد في السورة التي قبلها في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بذكر اسمين وصفتين لله تبارك وتعالى بعد لفظ الجلالة الرحمن والرحيم فالبسملة عندما نقول بسم الله يعني تشمل الابتداء بأسماء الله كلها ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى فهذه أيضا من مقاصدها التبرك طلب البركة كما أن فيها الاستعانة وفيها اللجوء إلى الله ففيها البركة وفيها العسمة وفيها الحفظ وقد مر معنا أن في الدروس الحديث أن الرجل إذا دخل بيته وقال بسم الله انصرف الشيطان فهذا أمر عظيم يجب أن يحرص الإنسان المسلم عليه ولذلك نجد أن التسمية مصاحبة للإنسان المسلم في حياته كلها عندما يقوم عندما يخرج عندما يدخل عندما يأكل وهكذا عندما يبتدئ عملا كل هذا لابد أن نحرص فيه على موضوع التسمية وأن لا نستهين بها أكثرنا يطلق هذه العبارة ويقولها ويرددها ولكنه قد لا يتنبه إلى فضلها وإلى مكانتها فينبغي أن نحرص على هذه التسمية في أمورنا كلها ثم نعود إلى موضوع هذه السورة سورة البقرة سورة البقرة ابتدأت في مقدمتها كما أشرنا بثلاثة أمور ثلاثة أمور أولا بيان فضل هذا الكتاب الكريم وهذا أمر لا شك فيه ولا مريه وهذا من أعظم الأموم ثم بيّنت أحوال الطوائف الثلاث المؤمنين والكافرين والمنافقين ويذهب بعض العلماء إلى أن هذه هي أصناف الناس هذه هي أصناف الناس في الحياة إما مؤمن وإما كافر وإما منافق المنافق هذا هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر يعني يأخذ من هذا ومن هذا يعني فيه شبه يعني له صلة قوية بالكفر وظاهره يحاول فيه أن يتصل بالإيمان في هذه الليلة سنبتدأ بمقدمة السورة ونأخذ ما جاء في ذكر صنفين الصنف الأول المؤمنون والصنف الثاني الكافرون وابتدأت السورة بهذه الحروف المقطعة حروف المقطعة حروف المقطعة هذه وهي قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم هذه في سور كثيرة وردت وألف لام را وألف لام ميم را وألف لام ميم صاد وصاد وقاف يعني حروف مقطعة يقول العلماء في أوائل السور لماذا ابتدأت بهذه مع أن القرآن الكريم جاء للبيان وجاء للإيضاح وجاء للهداية والشيء الذي يقصد به الهداية لابد أن يكون واضحا للناس والله سبحانه وتعالى يحب أن يهتدي الخلق إن الله لا يرضى لعباده الكفر يحب منهم الإيمان يحب منهم الهداية فلماذا ابتدأت بعض الصور بهذه الأحرف المقطعة التي لا يعقل لها معنى ما يظهر لها معنى ما معنى ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد هذه السورة ألف لام ميم هي من القرآن ولها فضل قراءة القرآن كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فمن قرأها مبتغيا ما كتبه الله سبحانه وتعالى فيها من الأجر كتب الله له ثلاثين حسنة في هذه لكن ما هي الحكمة من إيرادها في بداية هذه السورة وفي السور التي وردت فيها هذه الحروف نحن لا نعقل لها معنى لكن نوقن يجب أن نوقن يقينا لا يتطرق إليه شك أن لها معنى وأن لها حكمة ولا يلزم من عدم معرفتنا المعنى ولا من عدم إدراكنا الحكمة أن ننفيها أن نقول هذه كلام ليس له معنى لا لأن الذي أنزلها هو العليم الحكيم سبحانه ثم بعد ذلك هذه لا يترتب عليها عمل بالنسبة لنا ما كلفنا يعني آيات الصلاة والصوم والصدقة والحج والجهاد والمحرمات كل هذه واضحة بالنسبة لنا وكلفنا بها ومعناها معقول لكن هذه لم نكلف بها لم نكلف بها ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراثة هنا في العلم يقولون آمن نبيه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فهي تحوي معنى حقيقيا ولها حكمة لكننا لا نعلمها ولم نكلف بها بعض العلماء أيضا يشير إلى معنى جميل في هذه الأحرف المقطعة التي تبتدئ بها بعض الصور يقول بأنه هذا نوع من التحدي للكفار كفار قريش كيف التحدي لهم يقول بأنه هذا القرآن مركب من هذه الأحرف مركب من هذه الأحرف ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را صاد قاب هذه الأحرف مركب مركب منها كتاب الله الكريم ولكنكم تعجزون عن الإتيان بمثله لأن هذه الأحرف هي أحرف اللغة لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله وهذا معنى جميل لا بأس به نعود أيضا إلى قضية السورة أيها الإخوة قبل أن نشرع فيما بعد هذه الأحرف المقطعة هذه السورة من أعظم السور كما أنها من أكبر السور كما أنها أكبر السور هي من أعظم السور لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيها أمورا كثيرة من أمور الأحكام لا توجد في غيرها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لها فضل عظيم النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه أحاديث في فضل هذه السورة سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة كما جاء في صحيح مسلم فإن أخذها بركة تعلمها تفهمها بركة وتركها حسرة خسارة عظيمة لمن لم يهتم بها ولا تستطيعها البطلة الشياطين والسحرة لا يستطيعون هذه السورة حاجز لا يستطيعونها إذا وجدت هذه السورة أو قرأت في مكان فلا يستطيعون أن ينفذوا إليه ها؟ وورد في حديث آخر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لا يدخله الشيطان وأيضاً فيها في هذه السورة ضمن آياتها المباركة أعظم آية في كتاب الله الكريم كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب أعظم آية في كتاب الله الكريم ما هي؟ ما هي؟ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظه ما هو العليل العظيم ففي هذه السورة أعظم آية في القرآن الكريم وفيها أيضاً آيات خصها النبي عليه الصلاة والسلام بفضل لا يوجد في غيرها من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة في ليلة كفتاه كفتاه تكفيه عن ماذا؟ عن قراءة القرآن تكفيه عن قيام الليل تكفيه في الحفظ والصون أشياء كثيرة في هاتين الآيتين وهذا من فضل الله ما يأتي من يقول بأنه الإنسان لو قرأ أجزاء كثيرة ربما هاتين الآيتين خصة بهذا الفضل العظيم من الله تبارك وسعاله ولا يعترض أحد على ذلك نعود إلى السورة نفسها قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه بعد قوله قال ذلك الكتاب لا ريب فيه أي كتاب هذا؟ أي كتاب؟ هذا هو القرآن لكن لماذا أشار إليه بالإشارة للبعيد؟ إشارة للبعيد مع أنه قريب مننا مع أنه قريب مننا لكن قال ذلك الكتاب وذلك في اللغة العربية تستعمل للإشارة للبعيد وهذا للإشارة القريب فلماذا جاء هذا اللفظ في هذا المكان ذلك الكتاب؟ جاء هذا للتنويه بشأنه تعظيمه الإشارة إلى القريب بلفظ البعيد هذا يدل على تعظيمه ورفعة شأنه ذلك الكتاب ذلك الكتاب تنويها بفضله وتعظيما لشأنه وبيانا لمقداره لا ريب فيه هدى للمتقين هذا الكتاب هو بكل ما فيه هو الهداية الهداية التي يبحث عنها الإنسان في دينه في دنياه في آخرته في جميع أموره في هذا الكتاب ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فيه ذلك الكتاب لا ريب لا شك ولا يتطرق إليه أدنى شك أو اختلاج أن هذا الكتاب هو الهداية نقف هنا ونعود إلى آخر سورة الفاتحة في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى عندما ذكر كما جاء في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني حمدني عبدي وإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال مجدني أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ماذا بعدها؟ قال اهدنا الصراط المستقيم هذا المطلوب اعظم الاشياء اذا هديت الى الصراط المستقيم فقد حصلت خيري الدنيا والاخر اهدنا الصراط المستقيم اوصف صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي هنا جاء يبين هذه الهداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين انتم في اخر سورة الفاتحة تسألون الهداية اين الهداية في هذا الكتاب الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الهداية التي طلبتموها واستجاب الله لها هي في هذا الكتاب هدى للمتقين هؤلاء المتقون منهم هذا الصنف الاول الذي ذكر في مقدمة هذه السورة المتقون من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين يقيمون الصلاة أعظم أسباب الهداية ما هو إقامة الصلاة إقامة الصلاة الصلاة هي العنوان الأساس والأكبر بعد شهادة اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لهذا الدين من تركها فقد ضيع دينه ومن حافظ عليها حافظ على دينه ويقول عليه الصلاة والسلام ما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ما الفارق بيننا وبين الكفار الصلاة فمن تركها فقد كفر تساوى مع الكفار تساوى مع الكفار لا فارق الصلاة الذين يقيمون الصلاة ما قال الذين يحجون الذين يصومون الذين ينفقون أموالهم أول شيء بدأ به ما هو إقامة الصلاة الذين يقيمون الصلاة وهذا فيه لفتة عجيبة أيها الإخوة بقوله يقيمون يقيمون كل الآيات التي وردت في كتاب الله الكريم في الأمر بالصلاة أو في الثناء على من يفعلها ما جاءت بفعلها ما قال الذين يفعلون الصلاة ولا قال الذين يؤدون الصلاة ماذا قال قال الذين يقيمون الصلاة والمقيم الصلاة في مدح من العباد المتقين وأقم الصلاة إلى آخر ما هناك كلها فيها إقامة الصلاة ما معنى إقامة الصلاة هل يختلف الأمر في إقامة الصلاة عن أداء الصلاة نعم نعم الأداء هو الصورة الظاهرة تكبير والقراءة والركوع والسجود والتشاهد والسلام لكن الإقامة ما المقصود بها ما المقصود بالإقامة أداؤها على النحو الذي يريده الله سبحانه وتعالى هذا هو الأداء الخشوع حضور القلب التأمل والتفكر في القراءة في التسبيحات في الذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي عنه الصحابي قال أن النبي على السلام قرأ في ليلة كما يروي ابن مسعود قرأ سورة البقرة ثم ثنى بسورة النساء ثم ثلث بسورة أهل عمران قال إذا مر بآية سؤال سأل سأل الله الجنة والعفو والعافو وإذا مر بآية عذاب استعاد ذهنه حاضر حاضر لما أن تقرأ تكبر مع الإمام ولا تدري من أين دخلت ولا أين خرجت ولو سئلت ولو سألت كثيرا منا بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام ما هي الآيات التي قرأها الإمام في الصلاة كثير لا يتذكرونها لأنهم لا يدرون دخلوا في الصلاة وخرجوا منها وهم لا يدرون لماذا يا أخوة هل هذا دليل على أن هذا المصلي ما أراد الخير لا لا ما جاء هذا المصلي ودخل إلى المسجد وانخرط في سلك المصلين إلا وهو يريد أداء هذا الواجب ويريد الخير لكن الإشكال الأكبر في ماذا في وسوسة الشيطان الحرب والمجاهدة في هذه الصلاة الصلاة هذه ساعات وأيام دقائق لكن الشيطان يجلب بخيله ورجله في هذه الدقائق حتى يصرف المصلي عن صلاته أول خطوة يبتدئ بها يحاول صرف المصلي هذا عن صلاته قبل أن يصلي فإذا يعني ما أفلح بدأ يذكره بأعمال الخير وأنت ما شاء الله مداوم على الصلاة ومن أصحاب الصف الأول وأنت الآن مشغول أنت الآن تأكل أنت الآن عندك مصلحة أكمل مصلحتك أكمل عملك وما ذهب إلى المسجد وهكذا وهكذا حتى يكبر الإمام وهو ما دخل إلى المسجد ويكون فاتته بعض الصلاة ويأتي وهو يركب إذا أقيمت الصلاة يقول النبي عليه الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا أو فاتم فإقامة الصلاة أمر عظيم ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعا سبحان الله كبيرة لماذا لأننا نحمل فيها أثقالا لأنها تقطعنا عن أعمالنا وترهقنا لا لا لكن هذه الوسوسة هذه المجاهدة هذه المجاهدة فلذلك الإنسان لا بد أن يستحضر أن يستحضر وهو قادم إلى الصلاة هذا المعنى أنه يتفكر أنه يتأمل أنه يدخل مع الإمام بسكينة فإذا كبر الإمام يفكر في معنى الركوء الكويت التكبير ما معنى التكبير الله أكبر الله أكبر يجب أن يفكر الإنسان إذا قرأ الإمام يتفكر في الآيات التي يقرأها الإمام إذا سبح هو أو كبر أو استغفر لا بد أن يتفكر في هذه المعاني النبي عليه الصلاة يقول الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مذكرا له بهذا المعنى تذكر بالهداية هداية الطريق يعني إذا قلت اللهم اهدني اللهم اهدنا في من هديت تذكر هداية الطريق أنك في الصحراء أنك تهت عن الطريق ثم اهتديت إليه أو جاء من يهديك إليه هذا المعنى الدلالة على الحق الدلالة على الصواب ها وتذكر بالسداد سداد الرمية الرمية هذا عندما يرمي الطلقة فتصيب الهدف سداد هذا سدد في الهدف فأصاب تذكر هذا أن الله يسددك أن الله يرشدك إلى الحق والصواب لا بد أن تتفكر هذا المعنى مجاهدة تتفكر وكلما داوم الإنسان عليه مرات ومرات سلسى الأمر وسهل عليه سهل عليه من يدخل هو متفكر في صلاته في صلاته ولذلك الاستعاذة في بداية الصلاة هذه كفيلة بإذن الله لمن حضر قلبه وصدقت نيته أنه يصرف الشيطان عنه لكن لو زادت وسوسة الشيطان في بعض الأحيان تزيد هذه الوسوسة على الإنسان يخلط عليه الصلاة كما جاء في الحديث يذكره يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا قبل الصلاة مثلا كان يتذاكر مع بعض أصحابه مع بعض الزملائه مع بعض أهله في اسم فلان من هو فلان كان عندنا كان معنا ما استطاعوا أن يهتدوا إلى اسمه لكن وهو داخل في الصلاة يذكره الشيطان يقول هو هذا الذي كنت تسأل عنه فلان هو حتى يصرفه عن الصلاة إلى هذه المعاني لو زادت هذه الوسوسة على الإنسان عليه أن يأخذ بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال جاءه رجل من الصحابة يشكو إليه قال يا رسول الله إن الشيطان يخلط عليه الصلاة قال ذاك شيطان اسمه خنزب فإذا أحسست بشيء من ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك ثلاثا وهو في الصلاة يذهب عن قال ففعل فذهب عني ما أجد فإقامة الصلاة هي الأمر الأعظم وإذا استقامت صلاة الإنسان استقامت أموره كلها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه إقامة الصلاة المعنى العبادي الخالص لله تبارك والإنفاق في سبيل الله هذا لمصلحة الخلق نفع الخلق ومما رزقناهم ينفقون ما قال يؤدون الزكاة ولقل ينفقون على أولادهم ولقل يتصدقون لكن جاء بمعنى يشملها كلها ومما رزقناهم ينفقون هذا الإنفاق معنى واسع يشمل الزكاة أداء الزكاة يشمل النفقات الواجبة النفق على الأهل والأولاد ومن تلزمه نفقتهم يشمل الصدقات والإحسان والبر وفي هذا أيضا لفتة عظيمة قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم حتى يتنبه العبد أن هذا ليس من كسبه ولا من جهده هذا من فضل الله من فضل الله أيضا ورد في آية الكتابة مكاتبة الرقيق قال وآتوهم مما لله الذي آتاكم وآتوهم مما لله الذي آتاكم تذكير لا تظن أن هذا بجهدك ولا بقدرتك قارون عندما بغى وطغى كثرة أموال وماذا قال قال إنما أوتيته على علم عندي فخصفنا به وبداره الأرض ومما رزقناهم ينفقون هذا فيه معنى أن الإنفاق هذا أنك تنفق مما لله الذي آتاك في كل هذه الأوجه عدم ذكرها تفصيلاً يدل على التعميم فيها مما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أين أين بقية الأحكام الحج أين والصيام أين والكف عن المحرمات كلها داخل في هذا إذا جئت بالشيء الأعظم والصلاة الأشياء الأخرى كلها تنترج ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هؤلاء الذين يفعلون ذلك يقيمون الصلاة على النحو الذي ذكرنا وينفقون مما رزقهم الله في أوجه الخير ويوقنون أن هذا من فضل الله ليس من جهدهم ولا من كسبهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء هم أصحاب الفلاح وهم أصحاب الهداية في بداية السورة السؤال عن الهداية الذي ورد ذكره في والسؤال عنه في سورة الفاتحة جاء بيانه هنا إذا أردت الهداية فهي هذه هؤلاء المؤمنون هؤلاء المؤمنون يرد في كتاب الله في مواطن أخرى يرد فيها تفصيلات كثيرة تتعلق بهذه المعاني نعم لكن الأساس هنا فكأن هذا هو الأساس الذي يرد تفصيله في سور كثيرة وفي آيات تالية كثيرة في هذه السورة وفي غيرها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هذه شهادة من الله سبحانه هؤلاء هم المؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا جاء بعدها بيان الصنف الثاني في هذه المقدمة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يستفيدون والعياذ بالله قلوب مقفلة أعين مغطاة لا تبصر مصرفون عن الهداية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ولكن واجب البلاغ والدعوة حق لأن الله سبحانه وتعالى ما قال لي لرسوله عليه الصلاة والسلام أنذر وادع من يهتدي لا يدعو الناس أمره أن يدعو الناس جميعاً قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهم إن الذين كفروا هذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن هناك من الخلق من لا يهتدي هؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فما يأتي من يقول لا إذا ما دام الأمر أن هؤلاء الكفار لا ندعوهم نتركهم لا إن عليك الله سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ والهداية بيد الله سبحانه إنك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة والنهاية ما هي ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ما يأتي هنا من يقول إن هذا قدر الله عليهم فلماذا يعذبهم لا الله سبحانه وتعالى أمرهم ونهاهم وبيّن لهم فهم اختاروا هذا الطريق جاءتهم الدعوة فلم يلتفتوا لها في سورة صاد أيضا آيات تتعلق بهذا مماثلة لهذا يقولون عن أنفسهم هؤلاء كفار وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملوا هم يقولون عن أنفسهم يعني لا تتعب معنا ها لن نسمع لك ولن نتقبل نحن لا نبصر ولا نسمع فنعوذ بالله من الضلال نعوذ بالله من الضلال هذان صنفان بيّنهم الله سبحانه وتعالى في مقدمة هذه السورة المؤمنون المهتدون المتقون الذين هدوا إلى صراط الله المستقيم والذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالفلاح والنجاح وهؤلاء الكفار الضلال الذين عاقبتهم جهنم والعياذ بالله ها ولهم عذاب عظيم هذا حديثنا في هذه الليلة نقف فيه عند بيان هذين الصنفين لأن الصنف الثالث في المقدمة هم المنافقون والعياذ بالله والحديث فيه يطول لا يتسع له مقامنا هذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذوا للكفرة والمعتدين اللهم مكن لدينك في هذه الأرض وانصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم أن نستنزل نصرك ونستنجز وعدك اللهم أنزل نصرك وتأييدك على عبادك المسلمين المستضعفين المضطهدين في كل مكان وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد